شاهدتم يوماً فيلماً سينمائياً يحتوي وحوش وكائنات فضائية أو حتى زومبي وتساءلتم هل هو من صنع تطبيقات الكمبيوتر أو الغرافيك أو خداة سينمائية من صنع مخرج محترف الإجابة لا فهي من صنع خبير تجميل سينمائي يستطيع تحويل الخيال إلى حقيقة والواقع إلى خيال ضيفة حلقتنا اليوم خبيرة التجميل يسرى مدمولي فلنشاهد اشتركوا في القناة 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 كخبيرة تجميل لا الحقيقة ما يعني نفسي بس للأسف ما عملتش أي عمل في خدعة سينمائية في التلفزيون ان شاء الله بنشوفك في أحسن العمال السينمائية في المستقبل نتمنى لتش التوفيق ولكن قبل ما أنا ما أنهي الحين الفقرة أبأت كلام عن هذه الموهبة أنت ما قدرت تتحصلي مجال تطبيقي في سوق العمل أنت تراوين وتشاركين هذه الموهبة ويا العالم هل كانت السوشيال ميديا أو منصات التواصل اجتماعي كافية ووافية وعادلة لمشاركتك لموهبة شوية العالم الحقيقة أن أنا اشتغلت بس أنا بدي كورسات ميكوب يعني ما اشتغلتش في السنة بس كنت باشتغل في عروض أزياء مثلاً في الموديل حاجة فيها أرد ديركشن أكتر أديتوريال ميكوب بس فكرة السنة أنا نفسي لأنه طبعاً ده يعني مجاله أوسع بكتير كمية الشخصيات اللي بتتغير علشان أكمل سؤالك فتح لتش أبواب موقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي فتح لي بس طبعاً يعني بيبقى أكتر أحب أنه يبقى فيه تواصل مباشر مع الناس أو مع مع الجمهور مع المشاهدين بالضبط بالضبط هو التواصل الاجتماعي أكيد فأفدني بس أحب أن أنا أشتغل أكتر في المجال العملي نعم أكيد إذن هذا التموح ما فكرتي أنتش يعني تحقيقينه ولكن على مجال عالمي أو أنتش تسافرين برا تشاركين فيه أفلام أجنبية يعني تواصلين هذا الشغف تحقيقينه بأي طريقة كانت والله أنا جالي كذا عرض من أمريكا وكذا بلد في أوروبا بس الحقيقة أن أنا كنت دايما علشان كنت دايما ببقى لسه والدة بعض العرض بيجي دايما يعني كنت مؤخرة بس دلوقت أنا رجعتها بتواصل وإن شاء الله يعني تشوفوني في حاجات مهمة إن شاء الله بيكون الوقت المناسب ومشرفتين اليوم يسرع بسي شرف لي مستمرين مع المشاهدين أكيد ولكن بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر